موضوع جديد اول مرة بنسمعه حاجة اسمها ماتريس او مفردها ماتريكس. ايه الماتريكس. وشكلها عامل ازاي? وازاي بتعمل لنا للداتا? تعالوا نتعلم مع بعض. مهمة او هندردش سوا كده كلنا مع بعض. هنفترض ان انا عندي تلات فرق. اهلي وزمالك والاسماعيلي مسلا. وكل فرقة من هم لعبة اربع ماتشات. وانا عايز ارتب او اعمل للبوينتز اللي حصل عليها كل فريقة. نتيجة بتاعه. فعلى سبيل المسال اول ماتش الاهلي اخد ده معناه ان هو كسب الماتش. تمام? والماتش التاني عندي الاهلي كسب برضو الماتش فاخد تالت حصل الرابع اتغلب فاخد زيرو. ازاي ارتب الداتا دي كلها? ارتب اهلي زمالك اسماعيلي? وازاي ارتب البوينتات اللي حصل عليهم كل واحد من دول. تمام? زي ما انتم شايفين كده الشكل اللي انا ارتبت فيه ده اسمه الماتريكس. الماتريكس دي ما ينفعش اغير رقم مكان التاني. بدليل ان انا لو عندي الرقم ده جيه هنا. وده جيه هنا الدنيا هتطلع بط. يبقى ده معناه ان الاهلي اتعادل الماتش الاول وكسب الماتش التالت وده مش حاصل. يبقى لازم ترتيب كل او كل رقم في مكان. فهنا ارتبت الداتا دي اللي هيبص للشكل اللي قدامه ده اللي احنا قلناه عليه ماتريكس. هيفهم ايه? اول ما حطت ايدي هنا هيفهم ان الزمالك في الماتش الرابع كسب اخد ثري بوينتز. لو حطيت ايدي هنا هيعرف ان الاسماعيلي في الماتش التاني اتعادل وبالتالي اخد نقطة واحدة. ازا دي على بعضها او بتاع دي على بعضها في الشكل ده اسمه ماتريكس. اسمه ايه? ماتريكس. واول واحد ده بنسميه الفيرست رو. التاني ده بنسميه الساكند رو. الثيرد رو. طبعا الرو اللي هو بالعرض. وهنا الاولاني ده بنسميه فيرست كولوم. ساكند كولوم. ثيرد كولوم. فورث كولوم. وهنسمي دي متريكس او او سايز ثري تايمز فور. هنتفق كلنا ان احنا لما نكتب الوردر بتاع الماتريكس او السايز بتاع الماتريكس. هنكتب النمبر او روز الاول. وبعد كده نكتب النمبر او كولوم. ده اتفاق. فنقول عليها ثري تايمز فور. ده مجرد او در. بس ثري تايمز فور يعني توالف. لأ. ثري تايمز فور. مينز ثري روز. اند فور كولز. ده مثال حي على الماتريكس. باستخدمها في ايه? برتب بها الدياتا. بعمل باكتج كده على بعضها. بترتب للدياتا بتنظمها عني. تمام? تعالوا نشوف مع بعض الماتريكس. عبارة عن ايه? لو حبينا نعرفها. سواء الالمنس اللي جوه دي. الارقام اللي جوه دي فاريابولز او نامبرز. بتمشي. ان روز ان كولومز. بنرصها على شكل روز وكولومز. اللي هما البريسز اللي الشكل اللي انتو شايفينه ده. بنحط بينهم الارقام. تعالوا نشوف. If A is a matrix has M rows and N columns. Then we say that the order of the matrix is M times N. زي ما احنا لسه قيلين. وطبعا ممكن يكون اي عدد من الروز واي عدد من الكولومز. Then we can express it in the form A I J. هنكتب الالمنس اللي جوه دول بطريقة جميلة او جديدة. اسمها A I J where I is the number of rows and J is the number of columns. بمعنى شايفين الماتريكس الجميلة دي? هنشاور على الارقام اللي جوه دي بدل من نقعد نقول الرقم الاول لا هنقول A one one. A one one معناها الموجود في الرول اولاني والكولوم من التاني. طب A one two معناها الموجود في الرول اولاني برضو بس الكولوم من التاني. ده A one three means the element in the first row and third column. But the same way لو حبيت اشاور على ده. اقول عليه ايه? اقول عليه ايه? لانه موجود في الرول التالت والكولوم التاني. زي كده بالزبط يا شباب. يعني لو انا وقفت على ده كده تقولي ده A three three. يعني ده الموجود في الرول التالت والكولوم التالت. فكمان بقدر اتكلم عن اللي جوه الماتريكس. ترتيبهم ووضعوهم فين. كأنها بالزبط. تمام? تعالوا نشوف number three. بيقولي the elements in the matrix are arranged. such that the position of each element in the matrix has a meaning. يعني كل واحد في مكان ولو معنى. ان زي ما احنا قلنا قبل كده الرقم ده كان ال points اللي خدها الاهلي في الماتش الاول. ما قدرش ابدل دي مكان دي عشان الدنيا كلها ما تطلعباتش. وهنتفق كمان يا شباب ان الماتريسيز دايما هنرمز لها اي بي سي اكس واي زد. اما اللي جوه هنرمز لها يعني وانا عايز اكتب جوه هكتب سمول اي سمول بي سمول اكس سمول واي سمول زد انس او. عارفنا شكل الماتريكس عاملة ازاي? وبتعمل لنا الاتا ازاي? والالمنس الجوه بنكتبها ازاي? ورمز الماتريكس دايما بيتكتب فروم اي تو زد. تعالوا نتعلم حاجة كمان. لو واحد عنده بالمنظر ده. ده تمام? ممكن الماتريكس دي تكون بتعبر عن اي حاجة. يعني مثلا ده فاكتوري اي. وده فاكتوري بي. وده فاكتوري سي. مؤسسة كبيرة عندها تلات مصانع. تمام? والمصانع دي بتنتج انواع من النوع الاولاني. دي اربع انواع من ده هيبقى عدد من النوع انواع اللي انتاجه المصنع رقم اي? والمسلا هيبقى عدد من النوع انتو اللي انتاجه المصنع رقم بي. يبقى كل في مكانه له معنى وما اقدرش اغير بتاعه. وزي ما احنا قلنا لازم اكتب في اللي انت شفتوها دي. والألمنت اللي جوه دي او الارقام اللي جوه بنسميها elements. وده الفيرس كولومس. سكند كولومس. سيرد كولومس. فورث كولومس. جنرالي. يعني نقدر نعمل الكلام ده كله. ونقول ان الماتريكس كونسسس اف ام روز. ان ان كولومس. ان is in the order ام تايمز ان. يعني وهي ام روز وان كولومس نقول عليها ام تايمز ان. او بنقول عليها الطيب ام تايمز ان. وبنقراها ام تايمز ان. ولازم الام والن طبعا. فحنا ناخد اول الاكزامبل عندنا. شوف الدنيا ايه بسيطة اوي في الماتريكس. مديني ماتريكس بالمنزر ده. بيقول لي use the matrix b. اللي هي دي. to answer each of the following. بيقول لي what is the order of the matrix b. number two what is the value of b12 and b21. تعالوا نشوف الحل. ها ايه ال order بتاع الماتريكس بي او ايه بتاعها. هتقول لي استنى ما نعد. ادي one two three. three rows. كام كولومس واحد اتنية. يبقى اول اجابة three times two. تعالوا نشوف number b. انا عايز اجيب b12. b12 يبقى اروح للرول الاولاني واخد الالمنت الموجود في الكولومن التاني. هيطلع five. طب b21 b21 معناها ان انا اخد الالمنت اللي في الرو التاني والكولومن الاولاني. اللي هو three. تمام. تعالوا ناخد some special matrices. في special matrices شكلهم خاص كده شوية. هنسميهم اسماء. اول حاجة ال square matrix. دي matrix بيبقى ال rows add columns. يعني بتبقى two by two, three by three, four by four and so on. واحنا طبعا نتاج دراستنا اقصى حاجة هتبقى three by three. يبقى اي matrix. ال rows add columns بنسميها square matrix. تاني نوع ال row matrix. من اسمها كده. هي فيها رو واحد بس صف واحد. واي عدد من ال columns. as example اللي انتم شايفينها دي. دي matrix two four six eight. ال order بتاعها one time four. صح. لان هي لها one row four columns. تعالوا نشوف النوع التالت حاجة اسمها column matrix. اكيد عكس ال row matrix ستبقى عبارة عن column واحد واي عدد من rows. زي اللي احنا شايفينها دي. دي عبارة عن three times one. بنسميها column matrix. number four حاجة اسمها zero matrix. zero matrix دي من اسمها برضو. هي matrix كل elements بتاعتها zeros. يعني مليانة زروهات بس. تمام? زي دي. دي بنقول عليها one by one zero matrix. طب دي. بنقول عليها one by two zero matrix. ودي بنقول عليها two by one zero matrix. دي two by two zero matrix. اوعى تقول على حاجة zero matrix الا ازا كانت كل elements اللي بواها zeros. ودايما بنرمز لل zero matrix بالرمز ده شباب. بالرمز O كبيرة. عشان ترمز ان هي matrix. كل elements بتاعتها zeros. تعالوا نكمل. ال special matrices. في حاجة اسمها diagonal matrix. diagonal matrix. it is a square matrix. هنا بقى ال diagonal matrix لازم تكون square matrix. ما هي لو مش square او عدد الروز. مش قد عدد الكل مش هيبقى ليها diagonal. وبالتالي اي diagonal matrix لازم تكون square matrix. وايه كمان? in which all elements are zeros. كل elements فيها zeros. except the elements of its diagonal. then at least one of them is not equal to zero. يعني ممكن ال diagonal كمان يكون في zeros. او. بس مش كله. على الاقل واحد من ال diagonal او ال elements اللي في ال diagonal ما يكونش equals zero. تعالوا نشوف واحدة. الماتريكس اللي قدامنا دي. the three by three matrix. هنلاحظ انه كلها زيروس. وادي ال diagonal او. ده اللي اسمه ال main diagonal. المين diagonal. اللي هو ال diagonal lift ده. مش كله زيروس. يبقى دي اسمها diagonal matrix. يقول ات matrix ودي اخر حاجة في ال special matrices. ايه تزا diagonal matrix. هي diagonal matrix. يعني ايه diagonal matrix? يعني كلها زيروس معادة diagonal. هنا بقى special اللي كمان elements اللي في ال diagonal كلهم ones. كلهم one. 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 وبالتالي كل ال elements تبقى zeros مع عدد diagonal بيبقى one. اسمها identity matrix. او unit matrix. وبنرمز لها دايما بالرمز i. for example شكل the i اهي. d i. ودي اي. ودي اي. ودي اي. كل elements بتاعتها zeros مع عدد diagonal ones. يقولون كلهم نسميهم unit matrix. تعالوا نشوف example number two. بيقول لي write the type and the order of each of the following matrices. او الماتريكس. بديها لي كده. يلا نقول بسرعة كلنا type. ها? الطيب يعني ايه? يعني عايز اقول دي ايه? square matrix, diagonal matrix, row matrix. ده type. اما order هنعارفين هنقوله ازاي? تعالوا نقول الطيب. الطيب انت شايف ايه في الماتريكس دي? اه تمام. square matrix. طب order? order طبعا two by two. تعالوا نشوف matrix تانية. اه اول ما اشوف الماتريكس دي افتكر ايه? اه تمام. طيب ايه? row matrix. تمام? فهاشغل row بس. واي عدد مش هممني. طب متاعها كان one row and four columns. يبقى one time four. c. دي اسمها ايه? تمام. column matrix. عشان ما فاشغل column واحد. طب الorder بتاعها ايه? three by one. تمام? ممتاز. دي كلها zeroes. يبقى اسمها zero matrix. تمام? والorder بتاعها two by two. ايه? لاحظ بقى كده? او ده ال ايه كلها zeroes مع عدد diagonal. مش كله زوريهات. يبقى بالتالي يقدر اقول على دي diagonal. ويلا نزود كمان نقول diagonal matrix. وكمان الorder بتاعها two by two. طب دي يا طرى دي diagonal matrix. او برضو diagonal matrix. تقول لي لا ده الدياجونال في زيرو. اقول لك لا مش مشكلة. طالما مش كل الدياجونال زيروز. يبقى برضو نقدر نقول عليها diagonal square matrix. وبردو بتاعها two by two. ده بسيط. بيوضح لنا شكل وانواعها اللي احنا اخدناها. ونشوف الدنيا. عاملة ازاي? تعالوا نشوف. يعني امتى وايكول بعض. اكيد كل واحد فينا ما يفكر. لو كل اللي هنا اد كل اللي ناحية التانية بالترتيب. يعني لازم يكونوا ايكول. يبقى two matrices A and B are equal if and only if. if they have the same order طبعا اكيد. and the elements of the matrix A are equal to the corresponding elements of the matrix B. then Aij equals Bij. يعني الالمنت اللي هنا A11 يكون اد B11. A12 يكون اد B12. كل الالمنت هنا اد نظيره ناحية التانية. والعلامة دي يا جماعة يمكن اول مرة بنشوفها. دي معناها for each او for all. بدل مكتب for all. بنكتب المقلوبة دي. ده معناها for all ing. يعني الكل يعني مش مش A11 بس اللي يساوي B11. لأ كمان A12 A13. كلهم لازم يكونوا equal لبعض. تعالوا ناخد بسيط. بيقول لي if الماتريكس دي equals الماتريكس التانية. اللي هو مدهالي. بيقول لي. تعالوا نبص لل two matrices. هنلاقي هنا five وهنا negative five وهنا negative five. تمام. هنا three. وهنا three. تمام. طب هنا ten. يبقى لازم ده يكون كام? اكيد ten. يبقى اول حاجة هستفيد منها ان X plus eight must be equals ten. وايه كمان? ده مين? four y minus ten. طب وده كام? negative y. والcorresponding elements. لازم يكونوا equal. وبالتالي كمان اقدر اطلع equation تاني. دعالوا نكتبهم بالترتيب. اول حاجة اكتشفنا ايه? ان X plus eight equals ten. then. هنودي الات النحاة التانية. X equals two. التانية. four y minus ten equals negative y. هنcollect the y's. في left hand side. five y equals ten. then y equals two. يبقى قدرت اجيب ال y. تعالوا ناخد multiplying a real number by a matrix. تعالوا نشوف ازاي يعني يكون عندي matrix. واعمل لها time real number. time two time three time four time five. اخد بالك انا مش بتكلم دلوقتي عن multiplication. انا بتكلم عن multiplication لماتريكس باي سكيلر. بضرب matrix في رقم. طب اعمل ايه? عندي matrix زي اللي انتم شايفينها دي اكس واي زاد ال. وعايز ادربها في رقم اسمه k. اكيد هتقولك الكده هيتوزع على كل الالمنس اللي جوه. يعني هعمل الكده times the x times the y times the z times the l. يبقى دي طريقة الملتبليكيشن. ده الديفينيشن. حضرتك تعرفه. عشان ما ننساهوش. تعالوا ناخد اجزامبل two. بيقول لي if a equals كزا. نديني matrix. بيقول لي find two a and also find negative three a. يعني عايز يدرب الماتريكس ايه دي? times two. يلا نعملها. وعايز كمان يدرب الماتريكس ايه times negative three. يبقى هعمل ايه? two a هعمل ايه يا شباب? هعمل كل من دول time two. one time two هتبقى two. negative two time two negative four. كأني وزعت التو على كل واحد من دول. وبنفس الطريقة عايز اجيب negative three a. يبقى هعمل ده كل واحد في دول time negative three time negative three time negative three time negative three time negative three. هناخد واحد بس كده ده three. تعمل time negative three بقى negative nine. ده one اتعمل time negative three بقى negative three. وكل الالمنس بنفس الطريقة ابقى قدر تجيب negative three a. تعالوا ناخد حاجة اسمها transpose of a matrix. ايه transpose of a matrix? تعبار عن ايه? تعالوا نشوف. in any matrix a of order m times n. if the rows are replaced by the columns. and the columns are replaced by the rows in the same order. يعني ايه? يعني هجيب الرول الاولاني اعمله column الاولاني. اجيب الرود تاني اخليه column التاني. اجيب الرود تالت اخليه column التالت. يعني ببدل الروز بcolumns. والcolumns بروز. يعني كأني بلف الماتريكس. بدورها. بس بالترتيب الرول الاولاني يبقى column اولاني. الرود تاني column تاني. وهكزا. الorder بتاع الماتريكس كان m times n. اكيد الجديدة هتبقى n times m. which is called the transpose of a matrix a. وبتكتب ازاي يا شباب? بنكتبها ايه وعليها تيه كده من فوق. كأنها power. ايه وفوقيها تيه. اول ما تشوف ايه وفوقيها تيه يبقى معناها ايه? بنعمل transpose للماتريكس ايه. طبعا اتسكلير ذات. ده طبيعي قوي. يعني لو عملت ايه تي? كمان تي? يعني لفتها تاني اكيد هترجع زي مكالي. وبالتالي نقدر نقول a t t equals a. تعال لكم ايه. بقى ايه. ومديني a و b و c. يلا اول واحدة هي two by three. هننخليها three by two. ويلا نعملها transpose بسرعة. هتطلع ايه? لاحظ معايا. ده one two negative one. كان رو بقى كولم. الرو التاني كان three negative one five. بقى كولم. ابقى خلصت. بنفس الطريقة الماتريكس بي كانت one times three. هتبقى three times one. وبنفس الترتبهم one negative two six. و see transpose هتبقى negative three four. كان رو بقى كولم. وبنفس الطريقة كان two negative one رو بقى كولم. وهنا الorder متغيرش لان هي already كانت square matrix two by two. فالجديدة هتبقى برضو two by two. موضوع لزيز قوي وبسيط. محتاج من لنا شوية التركيز. تعالوا نعمل حاجة جديدة او نعرف حاجة جديدة اسمها skew symmetric matrix و symmetric matrix. ايه هي symmetric وايه هي skew symmetric matrix. هنشوف دلوقتي هنعرف يعني ايه symmetric matrix. اف ايه ازا square matrix بالمناسبة. السيماتريك والسكيو symmetric لازم تكون square matrix. يعني انا مش هتكلم عن symmetric او skew symmetric الا ازا كانت square matrix. طيب لو عندي square matrix. هنقول عليها symmetric matrix امتى? if only if a equals a t. يعني لو جيت عملتلها transpose تلها هي هي. يعني الرول الاولاني فيها زي الكولوم من الاولاني. الرول التاني زي الكولوم من التاني. يعني لو عملنا لها بتطلع هي هي بسطرة. اما ازا عملنا لها transpose. فطلع عكس الماتريكس الاصلية. يعني ايه او بتتقال برضو اي تي. يعني لو عملتلها transpose لقتها تلعت هي هي الماتريكس الاصلية بس ما تغيرها في الساين او معمولة multiply by negative one. بيبقى دي هنقول عليها skew matrix. هتبال معانا قوي قوي بأكزامبل يا شباب. تعالوا نشوف example number four. بيقول لي is the matrix دي. symmetric or skew symmetric. تعالوا نشوف. نعمل ايه فيها? اول حاجة عمل لها transpose. يلا بينا. ايه دي ايه transpose? تلع كتب. يعني ايه transpose? يعني خلينا الرودة كولومد. خلينا الرودة. خلينا negative one five six. بقى كولومد. ابتدى كارن. ابص لدي وابص للاصلية. هل هي هي? لأ. يبقى دي مش symmetric. طب هل هي هي بس اتغيرت في الصيونات اقدرت عمل time negative one? برضو لأ. يبقى matrix A is neither symmetric or skew symmetric. ولا ده ولا ده. طيب تعالوا نشوف example tag. بيقولي. تعالوا بقى نشوف النهاردة او دلوقتي قدامنا matrix A دي. والmatrix B. يلا نعمل للmatrix A. A T هيبقى زي ما احنا متعاودين يلا. اهو. بقى اهو. بقى اهو. بقى اهو. بقى اهو. بقى اهو. بقى اهو. الايه بالزبط. كأننا ما بدلناش اي حاجة. لو بصنا لهم قررنا الاتنين هنلاقى الAT equals الايه. يبقى الايه دي ايه? symmetric. تيجو نشوف الB يا شباب. يلا نعمل لها transpose. تفضل. ده zero negative five over two negative one. هيجي هنا يبقى column اهو. وده كان رو. هنخلي column. five over two zero half. وده. كان رو. one negative half zero. بقى one negative half zero column. ركز كده قوي قوي في الB. T اللي احنا عملنا لها transpose اهي. وبص لها وبص للB الاصلية. هتلاقيها هي هي. بس اتعاملت multiply by negative one. لان ده كان negative five over two بقى five over two. ده كان negative one بقى one. ده كان five over two بقى negative five over two. ده كان half بقى negative half. معنى كده البي تيه تلعت negative البي. مش زي البي. ده معنى ان البي is skew symmetric. انا عايز قبل ما انقل الاجزامبل تاني نلاحز حاجة مهمة جدا جدا جدا. في ال skew symmetric. ان لازم المين دياجونال بتاعها يبقى كله zeroes. كله. ما ينفعش ما يكونش zeroes. ليه? عشان انا عندي بي تي ايقوالز negative B. بعد ما عمل لها بتطلع هي هي الاولينية. وحصل لها change sign. طب لو انا عندي هنا اركم في الدياجونال. مثلا two. وهنا three مثلا. وهنا zero. وهنا كانت في اي اركم. لما اجي ابدل ده ده هيجي هنا. تمام? مثلا two one two four three five six seven zero. لما اجي ابدل ده يبقى two one two. تمام? انا عايز ده يبقى equal negative ده. عمر ما الاتنين دول هيبقى equal negative لبعض. الا ازا كان ال elements ده كله zeroes. وبالتالي دي ميزة في ان ال main diagonal كله zeroes. وايه تاني? الارقام اللي فوق ال diagonal هي الارقام اللي تحت ال diagonal. بس بعكس. اما symmetric matrix هتلاقي الارقام اللي فوق الدياجونال. هي هي بالزبط الارقام اللي تحت الدياجونال. اهو. تمام? يبقى عارفنا يعني ايه symmetric ويعني ايه skew symmetric. يبقى ال b is skew symmetric. طبعا ناخد اجزامبل زريف كده. بيقول لي if a equals كزا. و b equals كزا. بيقول لي where a equals b t. find x and y. طيب وبيقول لي the a equals لل b? لا. the a equals لل b t. تمام? ده معناه ان the a اللي هي دي equals مش ال b بقى. بعمل لل b transpose. فبخليها two x negative one three y four. واحنا عارفين الايكواليتي لسه ايلنها. يبقى كل element equal ال corresponding element بتاعه. يبقى two x equals two. then x equals one. and three y equals negative three. then y equals negative one. يبقى جبت ال x و جبت ال y. تعال ناخد اجزامبل نمبر سابن. if a equals كزا. و b equals كزا. and a t equals b. find the value of a, b and c. تعالوا نشوف اللي هو بيقول. هو بيقول ايه? بيقول ان a t equals b. طب ال a t هي مين اكتبها كده? هل عملها ترانسبوز? لأني عمل ترانسبوز. يبقى two a بقى كولهم. b three بقى كولهم c plus five zero. هنعملها equals لل b. ونعمل ال corresponding elements equal بعض. هنلاقي ان ال b equals one. اهو. b equals one. طب هنلاقي c plus five equals three. وهنلاقي ال a equals four. وبالتالي. ال c equals negative two. وال a equals four. تعالوا ناخد example number eight. بيقول لي complete. if a is three by two matrix. then the order of a t is. ها? اللي بيحصل a t. بابدله ال rose columns. والcolumns rose. وبالتالي ال order بتاعها هيبقى. تماما انا سامع الناس بتقول two times three. براف. تعالوا نشوف number b. بيقول لي if a and a t are of the same order. يعني لو ال a وال a t هما نفس ال order. ده معنى ايه? اه صح. معنى ان ال a اكيد كانت square matrix. لان ال rose لازم تكون add columns. تمام? تعالوا نشوف number c. بيقول لي a t all t. يعني the transpose of the transpose of a. يعني بعمل ال a double transpose. يبقى ايه اللي هيحصل? هتطلع? ايه برضو? زي ما كانت. by this example we arrived at the end of our lesson. thank you. see you later in the next lesson. فهمت الدرس. ده وقت التطبيق. مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الان. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.